في هذه الحلقة سوف نشرح كيفية حتف صور من هاتف الأندرويد نهائيا نعم نهائيا حيث أن جميع يعتقد عندما يقوم بحثف صور من هاتفه الأندرويد فإنها بالفعل تحدث هذا ما كنت أعتقده أنا كذلك ولكن بعد تجربة لبرامج ترجاع الصور المحدوفة التي تترقنا لشرحها في الحلقة الماضية كما لاحظتم بالنسبة لمن شاهد الحلقة ولمن لم يشاهد الحلقة سوف أترك لكم رابط الحلقة أسفل الفيديو فقد تفاجأت أن الصور التي حدثتها لا زالت موجودة على الهاتف وقمت باسترجاع هذه الصور العمل حتى بعد حدفها من على الهاتف كما أنه كان علي أن أبحث عن طريقة من أجل حدفها كليا من على الهاتف وبالفعل وجدتها كل ما عليكم أعزائي المتابعين متابعة صرح عليكم تحبيل تطبيق عليكم تحبيل تطبيق اسمه fx هذا هو ندخل على التطبيق ثم نذهب إلى main storage بعدها إلى android ثم إلى data بعدها نجد هنا عدة برامج نذهب إلى gallery هذه فيها صورة gallery نضغط عليها ثم cache هنا نجد هنا عدة بيانات كل هذه عبارة عن صور مخزنة في قاعدة بيانات نضغط على ملف نقرة مطولة ثم نضغط على delete ونعلم على check this box ثم نضغط على delete وإذا وجدتم أنه لا زال تتواجد صور مثلا قمت برفع صورة عن طريق الفيسبوك تدخل على تطبيق الفيسبوك ثم cache وإذا وجدتم ملفات مثل الذي وجدناه قبل قليل نقوم بحتفها من أجل حماية خصوصيتنا على هاتف الاندرويد إذن بهذا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم أتمنى من صميم القلب أن يكون هذا الموضوع قد نال عجابكم وأثار نوعا ما انتباهكم إلى أن التكنولوجيات الحديثة ليست آمنة بالشكل الذي تتصورونه أضرب لكم موعدا في حلقة قادمة بإذن الله إلى ذلكم الحين دمتم في أمان الله ولا تنسوا دائما اشتراك على قناتنا ولايك للفيديو إذا أعجبكم وإذا رأيكم في التعليقات لأن رأيكم يهمني كثيرا وأيضا لا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة على الجميع